موسيقى ارتأينا اطلاق هذه الحملة التحسيسية بهدف توحيد جهود كل الفاعلين في المجتمع حتى يساهم الجميع في حماية مجتمعنا من هذه المنتوجات الموسيئة للمصالح المعنوية للمستهلك لاننا نؤمن في وزارة التجارة والتلقي الصادرات بان حماية المستهلك تنطلق من المستهلك في حد ذاته الذي يجب ان لا يقتني مثل هذه المنتوجات ثم المتعامل الاقتصادي الذي يلتزم بعدم صناعتها او استرادها وبعدها تأتي مصالح الرقابة المختلفة حيث اسفلت عملية الرقابة المنجزة في هذا الشان عن سحب اتلاف 38.542 وحدة من لعب اطفال وادوات مدرسية تحمل ذات الالوان والرموز بقيمة اجمالية مقدرة بـ 3.5 مليون دينار جزائري كما تم حجز 4561 مصحف للقرآن الكريم من احجام مختلفة يحمل على صفحات التدرجات لونية مسب العقيدة الدينية بقيمة 4.5 مليون دينار جزائري اشتركوا في القناة